التقى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك شيخ مشائخ قبائل يافع حضر موت الساحل عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضر موت الجامع الشيخ سالم حسين السعدي وناقش الجانبان الوضع العام في محافظة حضر موت وتطورات السياسية الجارية على الساحة الجنوبية عموما مؤكدا أن حضر موت الجناح الآخر للجنوب الذي لا يمكن التحليق إلا به من جانبه أكد عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضر موت الجامع مشاركة عقدا من أعضاء المؤتمر في اللقاء التشاوري المزمع عن عقاده في 4 مايو الذي سيشكل حالة تاريخيا عظيما ستتوحد فيه كل الأطياف والمكونات الجنوبية وسينبثق عنه الميثاق الوطني الذي سيضع اللبنة الأساسية للدولة الجنوبية القادمة ترجمة نانسي قنقر